يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة للشهر السابع على التوالي حيث استمر بارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجمعية التي يشنها على أهل القطاع مستهدفاً المنازل المأهولة والتواقم الطبية والصحفية ويشن الاحتلال الإسرائيلي أيضاً حرب تجويع وحشية على أهل قطاع غزة عبر عرقلة دخول المساعدات من خلال المعابر البرية ما أدى إلى تساع رقعة المجاعة لسيما في مناطق شمال قطاع غزة وبينما تستعد قوات الاحتلال للهجوم على مدينة رفح رغم التحذيرات الدولية أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على جثة مستوطن وسط الضفة الغربية المحتلة قال إنه قتل في هجوم إرهابي فيما توعد رئيس وزراء الاحتلال بنيمين نتنياهو بالوصول إلى القتلة وأعوانهم وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستطان وأية شعبان إن مستوطنين يهاجمون قرن بالضفة الغربية بأسلحة وزعتها عليهم الحكومة الإسرائيلية وأضاف أن وزير الأمن القومي إتمار بنخفير وزع أكثر من 16 ألف قطعة سلاح على المستوطنين في الضفة الغربية والقدس للوقوف أكثر على تفاصيل المشهد في الأراضي الفلسطينية المحتلة أرحب بضيفي هنا في الاستيديو السيد عادل الحامدي الكاتب والإعلامي أهلا بك سيد عادل نبدأ من الوضع الميداني في قطاع غزة بالنظر للتطورات العسكرية والميدانية العملية العسكرية وتكثيف العملية العسكرية في مخيم الانصيرات هل يمكن القول أن أمال التهديئة قد ذهبت بأدراج الرياح؟ طبعا بعد دسم الله الرحمن الرحيم واضح أن الاحتلال مازال مراهن أو يراهن على الاستئصال أو على الخيار الأمني في التعاطي مع الفلسطينيين وفي محاولة حسم كل الملفات عبر الآلة الأمنية وواضح أن كمية الشهداء الذين سقطوا وكمية الدماء التي سالت وكمية الجرائم والبشع التي ارتكبها في قطاع غزة لم تفي بعد بكل الهلع الذي يعيشه وهو في محاولة منه للعودة مجددا إلى الثقة بالنفس أو إلى إعادة ثقة الإسرائيليين بحكومتهم الحالية وواضح أنه يسعى من خلال هذه الحرب الإبادة وهذا القصف وهذا الجنون غير المسبوك في التعامل مع المدنيين العزل في محاولة للي ذراع المقاومين الفلسطينيين والمفاوضين الفلسطينيين على صفقة التهدية وإجبارهم أو دفعهم إلى رفع الراية البيضاء والاستسلام وهو مرة أخرى لا يريد أن يسمع لأصوات الحكماء والعقلاء في مختلف دول العالم والذين يعتقدون الآن بأن جرائم الاحتلال قد تجاوزت كل الحدود وأنه لم يعد بالإمكان الاستمرار في هذا الصمت حتى المنظمات الحقوقية والدولية تقول بأن ممارسة التجويع وأن الاستمرار في القتل العشوائي هذا أمر مخالف لكل القوانين وأن على إسرائيل أن تمتثل إلى القوانين الدولية وأن لا تظل في مواجهة كل هذه القوانين يعني في كل هذا الضغط أو رغم كل هذا الضغط الذي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين العزل في قطاع غزة كما ذكرت إلى جانب استهداف أيضا أبناء سيد إسماعيل هنية قبل يومين برأيك هل هذا ضغط على طاولة المفاوضات؟ يعني هل يرى الاحتلال الإسرائيلي أن يمكن أن يحقق شيء عبر استهداف الآن المدنيين من عائلات قادة حماس؟ الاحتلال الإسرائيلي عندما يستهدف أبناء القادة وعندما يستهدف أبناء الشعب الفلسطيني جميعا وعندما يرتكب كل هذه المجازر يعتقد بأنه بهذه الطريقة يستطيع أن يروع الفلسطينيين ويدفعهم دفعنا للقبول بالأمر الواقع ودفعهم إلى القبول بأقل السيناريوهات سوءا وربما تجنب هذه الولاة وولاة الحروب لكنه يبدو أيضا مرة أخرى أنه لم يتعلم من تاريخ الشعب الفلسطيني كان يعتقد عندما نفذ النكبة عام 2014 كان يعتقد بأنه سوف يدفع الفلسطينيين إلى نسيان حقوقهم وإلى عدم الالتفات إلى فلسطين لكن تبين الآن بعد أكثر من سبعة عقود أن الفلسطينيين كما لو أنهم لم يغادروا أرضهم قط وأن تمسكهم بأرضهم وببلادهم لم تنقص بل بالعكس الآن تلاحظين هذه الأصوات الهادرة من أبناء فلسطين في مختلف العواصم الدولية من اللاجئين الفلسطينيين وهم يجوبون شوارع العواصم الكبرى العواصم رافعين لافتاة العودة ولافتاة الانتصار لفلسطين ودافعين أو مضاغطين على الحكومات العالمية وعلى عواصم القرار بأن تذهب باتجاه الضغط على دولة الاحتلال هذه كلها من مزايا الفلسطينيين وأعتقد بأنها دلاء الأخرى على فشل الرهان على الخيار الأمني وأيضا دفع باتجاه مرة الأخرى دفع باتجاه التبيان الهزيمة الإسرائيلية على مدى الأشهر السبع الماضية لم يتبين للإسرائيليين ولم يصلوا إلى حد الآن إلى فارض شروطهم على المفاوض الفلسطيني كما أشرت على الرغم من حجم الضحايا ومن حجم الكارثة التي أحلت بشعب الفلسطين نعم أرحب ضيفي أيضا دكتور أشرف عكا الباحث في العلاقات الدولية من رمالله أهلا بك دكتور أشرف معنا يعني بالنظر لتطورات العسكرية والميدانية العملية العسكرية المركزة الآن من قبل الاحتلال الإسرائيلي على مخيم انصرات برأيك هل هذه مؤشرات على رغبة الاحتلال بالذهب للتفاوض خلال هذه المرحلة؟ يعني يبدو أن الموضوع التفاوض يراوغ مكانه أو يراوح في المكان ولا يتقدم على صعيد هذا الملف ولكن موضوع انصرات له علاقة بالتخطيط الاستراتيجي الكبير الذي يريده لمستقبل قطع غزة موضوع انصرات يريد توسيع شارع نتريم مساحة واتساعا من أجل يعني الانتقال إلى المرحلة ما يسموها ما بين الثانية والثالثة مرحلة هجين ما بين الثانية والثالثة أن يستطيع الجيش الإسرائيلي التمركز في أماكن محددة ويستطيع في نفس الوقت تمثيل عمليات نوعية عبر البر والجو وغير ذلك وبالتالي يحتاج إلى مكان لتموضع قواته خاصة أن المقاومة خلال الفترة الماضية وبعد انتحابه من خان يونس وجهت ضربة كبرى للتحشدات الإسرائيلية يعني المنسحبة في أماكن تحشداتها وتموضعها ولهذا هو يريد أن يعود مرة ثانية وثالثة من أجل أن يوسع هذا الممر لأنه اكتشف أن كل فعل العسكري لم يستطع أن يهيئ له مكان في القطاع للانطلاق إلى عمليات عسكرية نوعية تجاه وسط القطاع تجاه جنوب القطاع أو تجاه رفح أو غير ذلك من الأماكن هذا البعد البعد الآخر نعم قد يكون له بعد تفاوضي ولكن هامي شيء في ظل أن يعني عنوين المفاوضات والإسرائيلي يدرك تماما أن المقاومة في الأرض تابتة وفي الميدان متحركة وتستطيع جو توجيه ترباط وإطلاق صواريخ حتى هذه اللحظة وهذا هو ما يمكن أن يقال في البعد العسكري الميداني الاستراتيجي لأنه يريد الانتقال إلى مرحلة أخرى بشكل وطبيعة العمليات العسكرية بعد أن فشل في وجوده العسكري الميداني المكثب واندفاء أعداد كبيرة من قواته البرية التي تكبدت خسائر فادحة ولاحظنا يعني كمين نزلنا خيره مثال على دور المقاومة الفلسطينية في دحر قوات الاحتلال الغازية لقبع غزة وهو يبقي على تلك المقاربة الدموية التدميرية التي تستهدف الحجر والبشر ولكن دون أي مغزى ومعنى عسكر نعم نتابع وإياك أيضا دكتور أشرف عكا وسيد عادل الحامدي ما يحدث في الضفة الغربية نتابع هذه المشاهد لاستشهاد فلسطيني بهجوم من قبل مستوطنين شرق رمالة هذه المشاهدات التي تجمعات المستوطنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعود لك دكتور أشرف عكا بعد هذه المشاهد في الضفة الغربية الغير مسبوقة حقيقتان يبدو الوضع وكأنه على صفيح ساخن في الضفة الغربية ما هي استراتيجية الاحتلال الإسرائيلي للتمادي بهذه الوحشية بالضفة إطلاق يد المستوطنين بهذه الطريقة ما هي الأهداف التي يمكن أن تحققها في ظل المشهد الأكبر ما يحدث في غزة شوف دعينا أقول مشروع التهجير واقتلاع المواطنين من قرائهم وخاصة القرى الرعوية قد بدأ بفعل هذه الهجمة الغير مسبوقة من المستوطنين في تلك المنطقة وكنت في تلك المنطقة خلال الساعات وليلة أمس ولاحظنا كيف اندفاع عشرات بالمئات المستوطنين الذين يجوبون الشوارع ويطلقون النار على كل المواطنين الفلسطينيين ويحركون المباني والسيارات وغير ذلك هذا سموتريتش بن غفير هذا المقطط التهجيري هذا مقطط الإبادة قد بدأ في الضفة الغربية هو يستفز الضفة ويحاول إشعاله هذا ما يجب أن نفهمه استراتيجية الضم استراتيجية الترحيل وهي عنوان سياسة طيل الفترة الماضية هو الآن لا يريد أي ذريعة لقصتها المستوطن الذي دعا أنه مقتول وقد تكون رواية أصلا زائفة من أجل خلق ذريعة كبرى ما في نفوس هؤلاء المستوطنين المحميين من الجيش الإسرائيلي هلأ كلهم مسلحين حوالي 100 ألف مسلح مستوطنين مسلحين في هذه المنطقة أضف إلى ذلك هذه المنطقة لا يوجد بها كتافة سكانية فلسطينية هي منطقة قريبة يعني من الأغوار ومتمتد إلى منطقة المعرجات وهي شرق منطقة رامالله مجموعة من القرى الصغيرة ولا يوجد فيها كتافة سكانية وأضف إلى ذلك غالبية سكان هذه المناطق يعني يحملون الجنسية الأمريكية وتحديدا ترمصعية والفنزولية وغيرها من أهلنا في أمريكا اللاتينية لهذا هو يحاول أن يستهدف هذه المنطقة وكرر الهجوم ليس فقط على منطقة المغير على أبو فلاح على ترمصعية على كفر مالك على كل تلك المنطقة إذن هو بدأ مشروعه بدأ مشروعه بخطة حثيثة وبهذا الهجوم الكاسح ولكن الذي فاجأوا أن هذه الكرة وهؤلاء يعني المواطنين الفلسطينيين قد تجمعوا وتوحدوا على قلب رجل واحد في رد هذه الهجمة الصهيونية المتطرفة من هؤلاء المتطرفين أضف إلى ذلك يبنى قد أخذوا الحيطة والحضر واستعدوا لهذه الهجمة التي بدأ المستوطنين كل الساعات والأيام الماضية التحضير لها التحضير لهذه الهجمة على بعض يعني مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهؤلاء المستوطنين طيب يعني استمعت سيد عادل الحامدي من الدكتور أشرف عكا لما يحدث في الضفة الغربية إلى أي مدى يبدو العالم عاجز وصامت إذا أيضا ما يحدث في الضفة الغربية واضح أن الاحتلال يريد أن يستثمر ويستغل هذه الفطرة التي يركز فيها العالم ويتوحد فيها العالم إلى جازة تعبير في الهدف المشترك بينهم وهو القضاء على المقاومة تحت شعار القضاء على الإرهاب في قطاع غزة يحاول أن يستغل هذه الأجواء وهذا الرعب الموجود في الأراضي الفلسطينية وهذه المخاوف الموجودة الآن لدى الغرب من هذا النمر الصاعد الآن وهو نمر الشعب الفلسطيني المتمسك بحقوقه وهذه الروح القتالية غير المسبوقة لدى الفلسطينيين وهذا الصمود الأسطوري لدى الفلسطينيين في مواجهة أحتى الأسلحة وأكثرها حداثة وتقدماً وتطوراً يريد أن يستغل هذه المخاوف الغربية والدولية وهذا الانشغال الدولي بما يجري في قطاع غزة للتمرير ذات المشروع وهو مشروع تكثيف الاستيطان في الضفة الغربية ومحاربة الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية استكمالاً للمشروع الصيوني وهو تهجير الفلسطينيين من أرضهم وعدم السماح للفلسطينيين من الموجودين في الدول الأمريكية اللاتينية أو في الخارج بالعودة إلى أراضيهم وإلى ديارهم هذه هي العقلية الصيونية القديمة المتجددة وهي الآن ربما تزداد ضراوة ليس فقط لأنه يخوض الحرب على قطاع غزة ولأن الفلسطينيين في قطاع غزة عزل ولأنهم ضعفاء لا نصير لهم على المستوى الرسمي العربي والدولي وإنما أيضاً لأن العالم العربي كله الآن ضعيف والعالم الاسلامي كله ضعيف ولأن الصيونية تزداد ربما تمترساً ونفوذاً في عواصم صنع القرار الدولي وتريد استغلال هذه الظرفية التاريخية التي ربما قد لا تعود وفق نوميس كل عمر الحضارات وعمر الدول ولذلك يحاولون استغلال هذه الفرص التاريخية من أجل التوسع وتنفيذ المشروع الصيوني في منطقة الشرق الأوسط وهذه ربما فكرة ومشروع أعتقد بأن الفلسطينيين انتبهوا له جيداً وبدأ العرب والعالم ينتبهون إلى ذلك كذلك دكتور أشرف القوى الوطنية والإسلامية في رمالة والبيري دعت للتصدير اعتداءات المستوطنين وتفعيل لجان الحراسة الشعبية في البلدات الفلسطينية هل هذه اللجان كافية لتوفير الحماية للفلسطينيين أمام ما نتابع من هذا الهجوم الغير مسبوق من قبل المستوطنين هذه دعوة منذ سنوات طويلة والشعب الفلسطيني يتحضر إلى هذه المرحلة ولكن دون إعداد جدي ودون توفير الأدوات والمواد اللازمة لهذه المجموعات أن تكون بدورها لحماية الناس لا تستطيع فعل شيء لجان الحراسة الشعبية المجتمع المحل الفلسطيني لديه خبرة تاريخية في التعامل مع قطعان المستوطنين حتى عبر الانتفاض الأولى وكنا نقول من سماعات الجوامع ندينا عن ناس والغافي نبه السامع قلوا احمل فاس هذه أغنية من الدراث الوطني الفلسطيني في محاولة إيقاظ الناس عبر سماعات الجوامع للتحضر لتلك الاشتياحات والهجمات التي يكرنها المستوطنين على مر تاريخ الاحتلال العمل الوطني الفلسطيني والفصائل الفلسطينية مدعوة هي إلى المشاركة وإلى رفض الناس بكل الأدوات اللازمة لكي تستطيع التصدي لهؤلاء المستوطنين أضف إلى مباشرة فعل سياسي مختلف والاجتماعات على مستوى القيادة ودعوة العالم للانتفاض للشعب الفلسطيني في ظل ما يحدث في المجدر في الضفة الغربية بهذه الطريقة وهناك عشرات الاعتداءات التي لا يمكن توثيقها نحن أنا على سبيل المثال تعرضت لأكثر من مرة لهاجمات هؤلاء المستوطنين والاعتداء على مركبته وتكسيرها والاعتداء مساء أمس تم تخويف أطفالي من هؤلاء المستوطنين في تلك المنطقة هذا ما يجب أن يقال دعينا أقول الحالة الفلسطينية الكلية موضوع اتخاذ قرار فلسطيني جدي في مواجهة مشرعة ومفتوحة مع هذا الاحتلال بالمعنى السياسي والقانوني والتبلوماسي والميداني هو ما يجب أن يصار له أما أن نعتمد على مواطنين على قرية هنا وقرية هناك وعشرات الشباب في تلك المنطقة نحن نتحدث عن 100 ألف مستوطن تم تسليحهم ومنحهم صواريخ هذا ما يجب أن يقرأ بهذا الاتجاه يعني هذا يحتاج إلى إرادة فلسطينية على مستوى القيادة على مستوى الفصائل ألا تصدر بيانات الشعب الفلسطيني الذي يقتل يوميا وتستباح أرض يوميا في صلب ما تتحدث به دكتور أشرف عكي هذا يفتح السؤال الحاضر الغائب دور قوات الأمن الوطني الفلسطينية أين هي أمام هذه الهجمات هي تخرج لتلجم المظاهرات في كثير من الأحيان وفي كفة المشاهد على الأقل لماذا لا تقف أمام هؤلاء المستوطنين يعني أولا هذه قوى الأمن الفلسطينية موجودة في المدن المحاصرة وغير موجودة في هذه المناطق التي تم تقسيمها وإي وبي وسي هذه مناطق سي تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية ولكن هذه القوات تحتاج إلى قرار وطني على مستوى القيادة وهي قوات متواضعة من حيث الإمكانيات والتسليح ولا قبل لها للجيش الإسرائيلي وليس صحيحا أن تدخل في هذه المعركة الغير متكافئة ولكن المواطن الفلسطيني تم تجريده من كل أدواته هذا ما يجب أن يقال ولا أستطيع تحدث أكثر بشكل واضح عبر الهواء بهذه الطريقة هذا هو الذي تم القوى الأمنية الأجهزة الأمنية الفلسطينية ضعيفة لتقوى على هذه المواجهة علينا أن نكون واضحين بالمعنى العسكري المباشر لأن من يباشر الهجوم لاحقا بعد المستوطنين هو الجيش الإسرائيلي بأدواته ونحن نحذر لا نريد للسلطة الفلسطينية أن نتم استهدافه كما جرى في عام 2000 عندما انطلقت الانتفاضة الثانية وتم تدمير كل المؤسسات ومراكز الأمن للكوة الفلسطينية بقصفها بطائرات الأباتشي وطائرات الـ F-16 واشتياحات المدن كاملة هذا منجز وطني كذلك يجب الدفاع عنه ولكن بقرارات وطنية عظمى وكبرى وكلية وأن نوصف المرحلة بأنها مرحلة تحرر وطني وأن هناك معركة مفتوحة على شعبنا في غزة وعلى شعبنا في الضفة وعلى القيادة أن تتهيأ إلى مرحلة جديدة لا أن نشكل حكومات ولا أن ندخل في لقاءات هنا وهناك نحن في مرحلة قطيرة مشروعنا الوطني مهدد قضيتنا مهددة صحيح تم تجنيب الضفة الغربية من حرب إبادة وإقلاع طيل الفترة الماضية ولكن بلغة السياسة وبلغة المنطق هذا عدو لا يفهم إلا لغة المواجهة وليأتي العالم وفعل ما يشاء إذا أرادوا أن يهجروا الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية فلتكون تلك المواجهة للماذا نؤجل ذلك الطرد بعد أن نبني كل أراضينا وبلادنا ونستهلك كل نقودنا وإمكانياتنا ويحدث لنا ما جرى في غزة على سبيل المثال هذا السؤال المركزي الآن هو حاضر في ذهن كل فلسطيني وكل مواطن يريد قيادة تأخذ إلى بر الأمان بالمعنى الوطني وأن تخلص من هذا الاحتلال عبر قرارات وطنية ولا أن تدعوها الفصائل إلى بيانات هذه البيانات ماذا تفعل؟ المواطن لحاله ينطلق ويبادر وصحيح أن أبناء شعبنا في كل مكان هم أعضاء في تلك الفصائل الفلسطينية في حركة فتح وفي الجهاد وفي حماس وفي الشعبية والديمقراطية وجبة النبال وغيرها من فصائل ولكن الفعل العام الجماعي العارم يحتاج إلى بيانات وإلى تنظيم وإلى توجيه وإلى إسناد وإلى مال وإلى كل شيء وإلى قرار وإلى بيئة حاضنة وإلى أجواء نحن في مرحلة الآن نحن في حالة مضطربة لا نعلم نحن في حرب أو في سلام واستقرار تشعر أن تطلع في مكان في حي آخر تشعر أنه كأنه نحن في باريس في مكان ثاني تلاقي حرب قائمة يعني في حالة اضطراب الموقف العام شكل القرارات في عنا سيادي ومحاكم وقضاء والناس عندها شكات راجعة وعندنا قصة طرمة نعاكر السرعة على التعبير ولكن في عنا قصة غير مفهومة وفي نفس الوقت نحن نقاتل ونرجع بلادنا وندافع عن أعراضنا وعن انتهاكات الاحتلال في بيئة غير حاضنة ويقتصر الفعل على مجموعة على أشخاص وليس على يعني على على الشعب الفلسطيني برمته ليكون فعلا عارما جماعيا يحقق إنجازات حقيقية كبرى وفي فترة قياسية نحن سأمنا من هذا الاحتلال طيب كيف تعقب على ذلك سيد عادل الحامد استمعت الدكتور أشرف عكا وهو يتحدث من ضيق الفلسطيني الذي يعيش في الضفة الغربية في ظل هذا الوضع الغير مسبوك ما هي خيارات هذا الفلسطيني؟ الخيارات الأساسية هي أن على السلطة الفلسطينية أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن شعبها الفلسطيني وأن ما يجري في قطاع غزة من حرب إبادة للشهر السابع التوالي هذا ليس شعب من المريخ وليس شعب آخر والقول بأن تم تجنيب الضفة الغربية ويلات حرب الإبادة هذا أيضا كلام غير دقيق وغير صحيح بدليل أن المجازر والجرائم جرائم الاحتلال سوية في الضفة الغربية مستمرة على مدار الأشهر الماضية بل على مدار عقود الاحتلال وتعلمين أن التقارير الحقوقية تتحدث عن اعتقال أكثر أو ما يقارب 8000 ناشط فلسطيني في الضفة الغربية على مدار الأشهر الأشهر الست الماضية من حرب الإبادة في قطاع غزة والقول بأن قواء الأمن الوطني في الضفة الغربية منجز وطني هذا أيضا غير دقيق وغير سريب على طاق قواء أمن تنسق مع الاحتلال ليست منجزا هذه وصفة عار في تاريخ المقاومة وفي تاريخ حركات التحر الوطني ويجب أن يتخلص الفلسطينيون من هذه الأجهزة باتجاه التعويل على الذات ومواجهة ومقارعة الاحتلال وليس التنسيق الأمني معه النقطة الثالثة هي أن رئاسة السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس وشعبه يتعرض إلى هذه الحرب حرب الإبادة وحرب التجويع وهذا القتل الذي يتضامن معه العالم جميعا وتخرج المظاهرات في العواصم الغربية دفاعا عن الفلسطينيين الأولى أن يدافع الفلسطينيون عن أنفسهم ومهار رئيس محمود عباس عليه أن يجوب العالم وليجب أن يبقى في الضفة الغربية ولا في رامالله لأنه يجوب العالم من أجل حماية شعبه وإلا لا حياة أصلا لهذا الشعب ثم عندما يتحدث عن أنه أكلت يوم وأكل الثور الأبيض ينتظر أهل الضفة الغربية المستوطنون اليوم ماذا يفعلون بهم في هذه القرآن في المغير كيف يحرقونه وكيف يقتلون الفلسطينيين سينتظرون أي ذنسي أتي عليهم شكرا لأن الاحتلال لا يراعي أي حقوق ولا أي موثيق حتى اللحظة شكرا جزيلا لك سيد عادل الحمدي الكاتب والإعلامي أشكرك دكتور أشرف عك البحث في العلاقات الدولية من رمالله على هذه المشاركة